فلما عرفت الدين كنت حريص بقى أن أنا أظهر بصورة الشيخ اللي أنا كنت بحث لمبه ونعايل صغير اللي هو العزيزي الأبي الشامخ العطوف الحنوني الوافي المخلص المعطاء البسام كل المعاناة اللي أنا كنت بشوفها في من ظهره على الساحات كنت أتجنبها وعمل العكسة أول ظهوري على الشاشة كنت حريص على البسمة قال صلى الله عليه وسلم أتبسمك في وجه أخيك صدق شوفتش حد فيهم بيكلم عن الجمال في الإسلام عدت تلات أربع سنين ما تكلمش غير عن الجمال في الإسلام من منطلق قول ربي تبارك وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون ومن منطلق قول ربي تبارك وتعالى فصفح الصفحة الجميل ومن منطلق قول ربي تبارك وتعالى وسرحهن صراحا جميلة آيات الجمال في القرآن الكريم سواء آيات معلنة ثماما أو فيها كناية عن الجمال المهم يا حباب قلبي فحريصت جدا جدا ان انا احسبه على المكيف وما اقولوش بقى ده انا كنت سبب في حاجة ونفعتك وقفت جنبك واقسم بالله حسبته ليه لان انا حريص على ان الرسالة الدعوية تبقى عزيزة تبقى شامخة تبقاش منحانة حتى لو ما معكش جنيه اوعى تنحان حتى لو ما معكش جنيه اوعى واحد يعني يحسسك بانك اقل منه لان انت فيك القرآن الكريم انت عزيز بالقرآن الكريم انت عزيز بسنة النبي الامين صلى الله عليه وسلم انت عزيز بالعلم الذي لديك انت عزيز بما تحمله من رسالة الدعوة انت عزيز وفيك العز وهناك فرق بين الكبر والعز الكبر ده ربنا يكفينا شره ربنا يكفينا شر الكبر انما ربنا يمنحنا العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فانا دلوقتي انا باخد مقامات العزة من أوامل رب العالمين تبارك وتعالى وأعيش بهذه العزة في الدنيا العزة في الفكرة العزة في القلمة العزة في الكلمة العزة في السلوك العزة في الإباء العزة في وards ولذلك كثير من بعض الدعاء يتعين داعية بس ما خدش دورات في كيف أكون عزيزا شامخا أبيا ما خدش دورات في مهارات مهارات علوم الفتوى مهارات إدراك للأسائل مهارات علم النفسية السائل أما يجيني واحد يسألني الشخص ده وانت بقى كدعية الشخص اللي جاي يسألك ده هل هو متوتر؟ هل هو متربس؟ هل هو متسرع؟ هل هو عنيد؟ هل هو متعالي؟ هل هو متغطرس؟ هل هو سباب؟ هل هو لعان؟ الشخص اللي جاي لك يسألك ده لازم تقرأ تقرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين تقرأ في وجهه سيدنا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أرضاه حينما جاء إليه رجل وقال له يعني رأيت أني أحج فقال لو ستقطع يدك وجاء الرجل الثاني قال رأيت أني أحج قال ستحج فاللي موجودين جنبه قالوا له يا إمام كيف تقول هذا أنك ستحج وهو الثاني شف نفس الرؤية قال أما الأول فرأيت على وجهه سمات يعني الشر وسمات الألم وسمات الجرح فأولت له بقول ربي تبارك وتعالى فأذن مؤذن أياتها العير إنكم لسارقون أما الثاني فجاء وعلى وجه البشر والهدى والنور والهدوء والطمأنينة وقال رأيت أني أحج رأيت أني أؤذن فأولت له بقولي بقول ربي تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا خطبال حضراتكم ده بقى دور الداعية الفاهم الواعي المدرك الذي يستشعر الذي لديه الفراسح قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين ترجمة نانسي قنقر